هنروح للسيدات اللي كمان سفروا زي ما قلت لحضراتكم على طيارة واحدة ونفس البطولة في الكونغ برزافيل يمكن مهمة السيدات أصعب شوية وذلك لوجود الفرق الأنجولية زي ما حضراتكم عارفين قائمة الفريق التسعتاشر لعبة أقل لعبة واحدة من فريق الرجال وهم نصر عيد عبد الملك شهد الشواربي منا طالله سيد فرح الشازلي أمينة الشام فرح حازم تؤى كامل رانا راضي والسنغالية دونجو كامارا للسنة التانية موجودة معنا والأنجولية دا سيلفا الحقيقة اتعقدنا معها قبل هذه البطولة على طول رحمة محمد روان سعيد دونيا سقر ملك أحمد أمينة عاطف نوال خليل صار الخلي وطبعا ليلة حمد دي قائمة الفريق وزا ما قلت لحضراتكم احنا عندنا اتنين أجانب معنا في الفرقة لعبة سنغالية طبعا كامارا واللعبة الأنجولية دا سيلفا هنقول بقى يعني يمكن الأهلي جي في مجموعته فرقة قوية وفرقة برضو يعني متوسطة المستوى يعني أهم فرقة بريميرو دي أوجست أو أول أغسطس الأنجولي أحد أفضل الفرقة ولي دايما بيحجز مقعده في الفاينال ولكن ان شاء الله فريق الأهلي يعمل معها مطش كويس شركة الماحي الكنغولي ومواطنة اوتوه الكنغولي واتزيك الكاميروني كل الفرقة دي مع مجموعة النادي الأهلي برضو كالعادة بيترتبوا من الأول للرابع وكروسات الشهيرة اللي حضراتكم عارفينها دور التمانية وبعد كده قبل النهائي وبعد كده النهائي والخامس طبعا من المجموعتين دا لو فيه خامس بلعبوا ترتيب مراكز طيب فريتنا استعدت ازاي الرجال استعدوا بطولة البصنة اللي رحنا فيها وصلنا فينا اللي خسلنا من البرشيرونة لو حداكم فاكرين وزعناها على قناة النادي الأهلي وبعد كده رجعوا استكملوا الدوري ولعبوا تقريبا على ما أتذكر خمس جوالات فوزنا بيها واحنا بنتصدرين الجدول هنا قبل ما نسافر مباراة منها كان مباراة صعبة دا الرجال منها مباراة صعبة كانت مع اسموحة خارج أرض يعني أو خارج الأرض ومباراة مهمة كانت على ملعبنا برضو زي المعادي وخلافه كل المباراة دي كانت استعداد للبطولة طيب السيدات استعدوا ازاي استعداد السيدات ما كانش ليهم معسكر خارجي ولكن استعدوا من خلال بطولة القاهرة اللي لعبوها ولعبوا أكتر من جولة زي مباراة كمان مع اسموحة كانت مباراة ودية كانت على ملعبنا فصلة الأمير عبدالله الفصل أكيد حاجة يعني كانت تجربة جيدة طيب برضو لعبنا مع نادي سبورتينك احتكاك قبل المشاركة في البطولة القريدة بالنسبة للسيدات وفكر حضراتكم أن فريق السيدات صاحب برونزيت أبطال الكؤوس الأخيرة اللي اتلعبت طبعا في شهر خمسة اللي فات وده طبعا بعد تلاتين سنة عن غيابنا عن المربع أو مش مربع المراكز التلاتة الأولى آخر إنجاز كان من تلاتين سنة بالزبط كان حصول فريق السيدات على البرونزيت فالنهاردة إصرار النادي الأهلي اللي لازم نشكر عليه مجلس إدارة النادي الأهلي والنشاط الرياضي على هذا الإصرار إن السيدات يشاركوا كان دايما بتلاقي السيدات بتشارك في البطولات اللي الأهلي بينظمها بس وكان آخر على ما تذكر 2018 و2017 وكانت على صالة الشهداء وبعد كده عدنا فترة طويلة غيبين وبعد كده يعني مجلس الإدارة بكادة الكابتن محمود الخطيب قرر إنه يستمر الدعم النهاردة بيشارك السيدات في الكؤوس وحصل تدعمات محترفة أنجولية ده سيلفا اللي اشتركت معنا وتعاقدنا معها وعودت يعني لعبات كتير كانت في أعارة منها سارة الخولي اللي رجعت للنادي مرة أخرى يعني أصدقل إنه في تدعمات لهذا الفريق بشكل جيد كابتن محمد عادل زولة المدير الفني اللي الحقيقة يعني ما بيسبش حاجة يقدر يعملها اللي ما بيعملها إن شاء الله كل التوفيق لفرقنا وزي ما قلت حضرتكم البطولة تبتدي من 27 سبتمبر إن شاء الله ولغاية 7 أكتوبر اللي جايب بإذن الرحمن ونتمنى التوفيق لفرقنا بإذن الرحمن